خبر عاجل سيول المنخفض القوي تغرق وتحول عدن إلى بحيرة تفاصيل خبر أهلا بكم حولت سيول الأمطار الغزيرة نتيجة المنخفض القوي في عدن إلى بحيرة تسببت بكارثة للمواطنين ولم نسمع أو نشاهد أي تحرك للحكومة للتعامل مع المشكلة أو الكشف عن الإجراءات التي أتخذت للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين وتركوهم يواجهون بأنفسهم الكارثة وفضحت سيول الأمطار نتيجة المنخفض القوي الذي ضرب عدن في ساعات مبكرة من صباح اليوم ومناطق أخرى كذب ودقل وافتراءات الحكومة وكان الفشل واضحا بالإخفاق في التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدن وأغرقت الشوارع وحولتها إلى بحيرات ومستنقعات التي حدت من حركة وتنقلات المواطنين وتسببت بفشل تام للحركة وكانت الحكومة قد دعت خلال الأشهر والسنوات الماضية أنهم أنجزوا خطط متكاملة لتصريف مياه الأمطار وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته وكشفته سيول أمطار المنخفض الدوي